السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم على الفرج العوضي فيديو النهاردة هخليكم تسجلهم في الموقع اللي هم بيقولوا تسجلوا فيه علشان تجبوا مننا اكواد الاختبار متاع امتحانات ثانية سنوية تمام فانا هسجلكوا فيه وهعلمكم زي تسجلوا فيه والكلام ده كله بس قبل اي حاجة ما تنساش تعمل لايك الفيديو وتنزل تعمل اشترك في قناة وشارك فيديو لصحابكم علشان نوصل لعشر تلاف مشترك في كل فيديو ولازم ان بقول كده علشان ابدأ دعم القنوات الصغيرة تمام فالو لسه مشترك تنزل تشترك وتعمل لايك الفيديو علشان ان شاء الله اولا ما اجيب عشر تلاف مشترك هبدأ ادعم القنوات الصغيرة ونوصلها الف مشترك تمام اهلا بكم مرة تانية على التابلت اه فيديو النهاردة جماعة زي ما نردت لكم في المقدمة اه هخليكم زي تجيبوا اكواد الامتحانة بتاعها تانية سنة تمام بس قبل اي حاجة تنساش تعمل لايك الفيديو واشتراك في القناة وتشارف فيديو لصحابك علشان نجيب العشر تلاف مشترك بسرعة نوصل العشر تلاف مشترك بسرعة عشان نبدأ دعم القناة صغيرة تمام تمام اول اي حاجة هسيب لكم رابط في في الوصف تحت هدخول عليه تمام هو دي الرابط هيفتح لكم الصفحة تتقدم لاختبارات الالكترونية الصف الثاني السنة هتيجوا احد الدنسية الطالب هتيجوا تعمله مصري انت لو مستب لو مش مصري هتعمل غير مصري وهيجيب لك الاي ام اي اي وكود الطالب تمام اه بس احنا مصريين فحنا نعمل مصري فيه ناس ممكن تكره الاي ام اي اي ده ده مش ايميل ده مش معناها ايميل عند சفها كرارات طالب ايميل و العاملين بدخلي المليات و مش هيفتح فال اي ام اي اي هو الرقم اللي وراء التابلت اللازقة اللي مارزوق على التابلت من ورا هو دي الرقم الاي ام اي اي الي موجود فيه الي انت هتدخله هنا تمام والرقم القاومي بتاع الشهيدة الملاد بتاعتك او البطاقة او الشهيدة بتاع الميلاد او او الورقة اخدناها خلص في مع التابلت هتلاقي الرقم القاومي اقتوب علي تاريخ الميلادك تكتب تاريخ ميلادك ومحافظة الميلاد المحافظة اللي انت اتولدت فيه النوع زكر ام اونسا تمام بعد كنت اعمل تسجيل الدخول فانا اعمل البيانات ديت وهارجع لك تاني بعد ما سجلنا جمعة البيانات قدامكم اهي الاي ام اي اي دي المكتوب فيه التابلت من ورا مش الايميل بتاعك تمام الاي ام اي اي هتلاقي فيه علامات سلاش ونيجا نجمة وحاجات من ديت ملكوش دعم انت هتاخد بس الاركار تمام هتاخد بس الاركار وبعد كده تعملوا تسجيل الدخول انا ما عرفش بتاعك اني جا عندي وهنسجل الدخول تمام اول ما تعملوا تسجيل الدخول هيجبلكم اسمك الرقم القومي كود الطالب المدرسة المدرية الكلام دي كله اهم حاجه هتتأكد الشعب الشعب علمي او ادبي والتخصص نفس الكلام اللغة الاولى الانجليزية واللغة التانية الفرنسية والبريد الالكتروني دي اللي هو استلمته او الورقة خالص خدتها مع التابل بيانات التواصل بيانات التواصل ديت اللي انت هلازم لازم لازم تتأكد منه انا كنت عملتها قبل كده يعني في كنفره بتنزل قبل كما عملته خب ان انت ما عملته هاشي هتتأكد بقى من هن محافظة العنوان هتتأكد منه هتكتبها الغربية العنوان بالتفصيل هتكتبه رقم محمول الطالب هتكتب الرقم بتاعه ورقم محمول ولي الامر هتكتب محمول والدك او والدتك تمام؟ بقولك هنا ايه جميع البيانات التعليمية صحيحة الشعب اللغة الاولى واللغة التانية الالكترونية مش عارف ايه صحيحة وسوف اتقدم للاختبار الالكتروني عليها تمام؟ هتعلم على علامة المربع ديك هتعمله صح تمام؟ وبعد كده يقولك في حالة جد خطأ في البيانات لا تكن بالضغط على زر ارسال طلب انشاء اكواد الاختبار ويرجى سرعة التواصل مع مسؤول الاحصاء اللي تعدي لها اللي تصحيحها حتى تتمكن من طلب انشاء اكواد الاختبار هتتواصل معهم ازاي؟ لاما هتتواصل مع المدرية مدرية الغربية التعليمية هتواصل معها rằng تكن冞 Republicans بالتلفönore للقاء ويمكنت المنشأto نอخفان الاختبار الانشاء هتغطتهم على ارسال طلب انشاء اكواد الامتحاء او ارسال طلب انشاء اكواد الاختبارات او ارسال طلب انشاء اكواد الاختبار هل تريد ابن اكتد الحفظ البيانات هتضغط طلب انشاء اكواد الاختبارات تمام؟ وهو إن شاء الله يحفظ فوضح لك تم حفظ البيانات بنجاح تمام احنا كده احنا كده المفروض احنا كاس الجن المفروض بها يبعتولك رسالة لقيمة هيبعتولك رسالة على البريد الالكتروني ده اللي هو اللي انت استلمتم على الورقة لقيمة هيبعتولك على تدخل برضوك على الموقع كده كمان يوم هتلاقي الاكواد ان شاء الله ظهرت تمام هتلاقي الاكواد ظهرت تمام تمام كده ان شاء الله الاكواد هتظهر لكم بقى هم هيبعتوها لكم تمام كده كده وصلنا النات الفيديو بتاعنا اتمنى ان يكون اعجابكم متنسوش توصلونا لايكات كتير وتعمل للشراكات متوصلو القناة 10.000 مشترك عشان نبدأ دعم القناة صغر تمام سلام اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة